إنه كينان ياغي وزير المالية في حكومة نظام أسد الجديدة المستغرب أنه أول شخص من الطائفة الإسماعيلية يتولى حقيبة وزارية سيادية فيما كانت حصة الطائفة بالحكومات السابقة وزارة الري وأخرى بدون حقيبة وهي غالبا وزارة شؤون القصر هذا التغيير في إلاء الاهتمام للطائفة مرتبط لدى نظام أسد بخنقه اقتصاديا عن طريق قانون قيصر للعقوبات الأمريكية إذ يعتبر ذلك خطوة تقرب إضافية من مؤسسة الآغا خان التي تمتلك مشاريع خيرية في الكثير من دول العالم ومنها سوريا مصادر أوضحت لأوريانت أن مؤسسة الآغا خان إضافة إلى دائرة العلاقات المسكونية والتنمية الكوبة والتي تديرها مطرنية الروم الأرثوذوكس والمجلس النرويجي للاجئين والمجلس الداني ماركي للاجئين وعدد آخر من هذه المنظمات والجمعيات يتم تسهيل عملها في مناطق نظام أسد كونها طريقا لإدخال القطع الأجنبي وخاصة الدولار واليورو عن طريق تمويل مشاريعها التي تنفذها في سوريا ورواتب موظفها وبالرغم من أن هذه الكميات من الدولار قليلة إلا أنها تفيد بتوفير ولو جزء بسيط من حاجة السوق المحلية للدولار للاستمرار ببعض الصفقات التجارية البسيطة بحسب المصادر التي اعتبرت أن ذلك يجري تحت عين أمريكا ويمكن أن توقف هذه الأموال في أي لحظة تريدها وللمفارقة في وقت يغض الجميع نظره عن هذه الجمعيات لم يتمكن موظف الأمم المتحدة من قبض رواتبهم في سوريا ولبنان حيث ما تزال الأمم المتحدة تحاول إيجاد حل لهم إما بفتح حسابات لموظفيها في دول الاتحاد الأوروبي أو من خلال تحويل الأموال لسوريا واستلامها بسعر صرف البنك المركزي أي بأقل من نصف قيمتها الحقيقية بالسوق ترجمة نانسي قنقر